على خطى السناء المتسارع بدعم روسي كبير باتجاه توحيد الجهود الدولية لمحاربة الإرهاب في سوريا وتطوير اتفاق تخفيف التوتر تستمر لليوم الثالث على التوالي المحادثات السورية السورية في جينيف بنسختها السابعة وبمشاركة وفد الجمهورية العربية السورية برئاسة الدكتور بشار الجعبري أصدعوا النتائج الإيجابية لمسار أستنى بعد اتفاق خفض التوتر في الجنوب تخطت جينيف ومحادثاتها ووصلت إلى العاصمة الأوروبية بروكسل وهو مع كستو تصريحات وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بعد لقاءاته مع مسؤولة الشؤون الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي فدريكا موغاريني ومع نظيره البلجيكي ديديا هرينديرز مؤكدا أن العمل جار لاستكمال المباحثات خلال الشهر القادم بشأن المناطق الثلاث المتبقية لخفض التوتر النتائج التي حققتها اجتماعات أستانا بشأن الأزمة في سوريا أعطت زخما جديدا وديناميكية إضافية للجولة الحالية من الحوار السوري السوري في جينيف وإننا نعاول على تحقيق تقدم خلال هذه الجولة ولكن من المهم أن تمتنع المعارضة عن الشروط المسبقة والإنذارات وتلتزم بقرارات الأمم المتحدة التغيرات الإيجابية بعد توصل خبراء روس وأمريكيين وأردنيين إلى مذكرة تفاهم لإقامة منطقة تخفيف التوتر في درعا والقنيطرة والسويداء دفعت بروكسل التي أدمتها الهجمات الإرهابية إلى الدعوة لتوحيد الجهود لمحاربة الإرهاب والإعلان عن نية الانضمام إلى الجهود الروسية الصادقة في مكافحة هذه الظاهرة التي تهدد العالم بزخم دولي تمضي محادثات جينيف رغم استمرار المناكفات بين وفوض المعارضات وفشلها في تشكيل وفد موحد كما يطالب ديمستورا مسترشيدة بقرارات الأمم المتحدة وقرار الحكومة السورية اعتبار مكافحة الإرهاب أولوية الأولويات وبدعم روسي على إيقاع سمفونية النصر التي يعزفها أبطال الجيش العربي السوري على محاور وجبهات القتال